بشرت دائرة الطرق والجسور في محافظة بابل بحملة تأهيل ورفع المشوهات وإنارة طريق بابل كربلا استعدادا لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تعدادة محافظة بابل لتأهيل طرق الزائرين حقيقة طرق دخول الزائرين إلى بابل 14 محور طرق الزائرين الرئيسية هي خمسة طريق محور حلة ديوانية اللي هو يبلغ خمسين كيلو متر هذا كامل بالكامل مع عدم 150 متر يوجد متجاوز بيت متجاوز بس يتم إزالة يكمل هذا المحور بالكامل عندنا المحور الثاني اللي هو محور حلة كربلا هذا أنجز بالكامل وهو مستخدم حالياً ما بأي مشاكل عندنا محور إسكندرية مسيب تقريباً طولة 15 كيلو متر هذا تم إنجازه بالكامل وحالياً يتم تأثيثه وتشجيره وتهيئته للزيارة القادمة إن شاء الله عندنا المحور السكة اللي تربق بين المتحتية والحلة هذا تقريباً 17 كيلو متر الجزء المقطع اللي يمر بيزائرين كمل بالكامل يبقى يكون مقطع آخر ما يمرون بيزائرين نحن بصدد إدراجه بالخطة القادمة عندنا محور آخر اللي هو محور أبو غرق الأوسط اللي يبلغ طولة 3 كيلو متين هذا تم الاتفاق على إدراجه وينفذ من قبل إن شاء الله فريق الجهد الخدمي